ارتفع انتاج محصول القمح بمنطقة دلتا أبيان بحسب مصادر محلية مختصة والتي دعت المزارعين إلى التوجه لزراعة القمح بناء على النتائج التي ظهرت من خلال هذا الموسم عند كثيرا من المزارعين ونشدت المصادر وزير الزراعة والثروة السمكية إلى سرعة دعم مزارعي دلتا أبيان ببدور القمح المحسن أو على الأقل توفير للمزارعين القادرين على الشراء والزراعة ويعتبر القمح من أهم المحاصيل الاقتصادية في العالم إذ يغطي 23.4% من الاحتياج العالمي من الغذاء سجل الاقتصاد الألماني انكماشا في الربع الأخير من العام الماضي 2022 بنسبة 0.4% ليتجاوز توقعات سابقة بلغت 0.2% وأرجع مكتب الإحصاءات الألماني في بيانات له ذلك التطور المقلق إلى عدة أسباب أبرزها التضخم الناجم عن ارتفاع سعار مواد الطاقة والذي أثر سلبا على قطاع الاستهلاك في أكبر بلد من ناحية عدد السكان في الاتحاد الأوروبي أعلن البنك الدولي منح أوكرانيا مساعدات إضافية بقمة 2.5 مليار دولار من أجل دعم استمرار الخدمات الأساسية وجهود النهوض يأتي الدعم الجديد في إطار مشروع بيسا الذي يهدف إلى تقديم دعم ماليا لخدمات الدولة الأوكرانية ومصدره الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ويرفع خط الاتمان الجديد إلى 20.6 مليار دولار قيمة التمويل الذي منحه البنك الدولي الأوكرانيا في شكل قروض وهبات منذ بداية النزاع قبل عام صرف منها حتى الآن 18.5 مليار دولار تباين أداء النفط خلال الأسبوع الماضي حيث استمدت أسعار الذهب الأسود الدعم من احتمال تراجع الصادرات الروسية لكنها تعرضت لضغوط بفعل زيادة المخزونات في الولايات المتحدة والمخاوط بشأن النشاط الاقتصادي العالمي وقال بنك جيبي مرغان في مذكرة أن احتمال هبوط الأسعار في المدى القصير يعد أكبر من احتمال صعودها ومن المرجح أن تتجه نحو ما بين 80 و70 دولارا للبرميل اشتركوا في القناة